بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التسنية ما زلنا في إصحاح واحد بفكركم السفر ده من أهم الأصفار عند اليهود في الطراء لأن الطراء تمثل خمس كتب لموسى لكن بعضهم بيعتبر أن التسنية كمان أهم كتاب لأن في ملخص حياة اليهود وعقيدتهم وتقصهم وأصل كلمة التسنية معناها نقول تاني نراجع تاني أو الشريعة مرة تاني أو نعيد على نفسنا كلام ربنا سفر التسنية بيتعال كله في الشهر الأخير تقريبا من حياة موسى النبي وبالتالي موسى بيستعيد كل خبرات الأربعين سنة اللي كانت في سينة مع عبور البحر مع المعجزات الكتير قوي وما عند الشعب والمشاكل اللي قبلها موسى النبي وصلنا لعدد 38 فصحة واحد لا بيقول علي أيضا غضب الرب بسببكم قائلا وأنت أيضا لا تدخل إلى هناك وشرحنا أنه غضب ربنا على الناس غير غضبوا على موسى موسى ده حبيبه والشدة اللي شدها ربنا ده تأديب لموسى وموسى يظل كلم الله ورجل الله وحبيب ربنا ولوما كان كبير قوي في السماء بدليل أنه استدعي في التجلي في العهد الجديد والمسيح ذكر اسمه يعني بتقدير في العهد الجديد مرات أما غضبوا على الناس بسبب عدم إيمانهم تزمرهم أسوتهم وثنيتهم فكان غضب مهلك لأنهم اختاروا يعندوا مع ربنا طول حياته لكن الغضبة دي كانت أنهم استفزوا موسى وموسى ضرب الصخرة مرتين موسى كمان بالطريقة دي يكون قصر الرمز لأنه ضرب الصخرة معناه صلب المسيح فلما يضربها مرتين كأنه أهان صليب المسيح لأن الصليب لا يكرر ومع الصخط والغضب اللي هو كان فيه طبعا ده كان لا يليق أبدا بالوقوف أمام الصخرة اللي سمها القديس بولس والصخرة كانت المسيح يشوع ابن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك شدده لأنه هو يقسمها لإسرائيل ربنا قال موسى النبي من بداية السك أنت مش هتدخل الناس للآخر ومش هتوزع عليهم الأراضي يشوع تلميذك هو اللي هيعمل كده وتلاحظوا أن بعض شهوات القديسين الكبار تتمن في حياة أولادهم يعني داود النبي كان يشتهي بناء الهيكل ربنا قال له ابنك سليمان موسى كان يشتهي أن يدخل شعبك نعان قال له يشوع ابنك الروحي يعني يقسم الأرض على الشعب عشان تبضل شهوة كل إنسان محب لله هي الحياة الأبدية بس هي المسيح نفسه بس ما يبقاش حتى أي إنجاز أرضي مهما كان جماله وبريقه ياخد مكان ربنا معانا دي يعني رغبات نقية داود عاوز يبني هيكل موسى عاوز يريح الشعب ويسكنه لا المهم يبضل كل مشاعرهم في ربنا فقال له يشوع الواقف أصادك هو يدخل الناس يدخل إلى هناك شدده لأنه هو يقسم الأرض لإسرائيل إيش معنى يشوع دا سؤال مهم أنت عارفين الإنجيل كله بيكلم عن التلمزة وضرورة التلمز أعظم قديسين هم اللي كانوا تلاميذ متفوقين ما كان في يهود كتير قوي مع موسى واللي عبروا البحر ناس كتيرة واللي عاشوا مع موسى ناس كتيرة واللي شفوه واللي تمتعوا بيه واللي سمعوا كلامه لكن يشوع كان أقرب تلميذ لموسى لازق لموسى بيسمع كلامه جدا موطيع ليه جدا بيبص عليه طول الوقت بيتعلم منه ينظر إليه باحترام وإكبار شديد يقول له نزل يا يشوع حارب وأنا هطلع فوق أصلي حاضر مع أن دي حركة فدائية ممكن يشوع يموت فيها لأن عمليق دول مفتريين يشوع ما بيقولش غير حاضر يطلع الجبل يشوع في ديله يدخل الخيمة يشوع في ديله وينتظروا بالساعات وبالأيام ما عندوش مشكلة التلمزة هي صانعة القدسين في الزمن ده في ناس مش عاوزة تبقى تلميذ عاوزة بس كل واحد يمشي بدماغه مش عاوز أب اعترافه مش عاوز يسمع كلام وطبعا روح الإدانة عكس التلمز لأن اللي باصس على أباء الكنيسة بنظرة إدانة هيبقى تلميذ إزاي تلميذ يبص إلى معلمه ما بيشوفش عيوبه بيشوف كل حاجة حلوة فيه لكن لو فتح عينه على عيوب معلمه لأنه ما فيش إنسان كامل فقد التلمزة ودي حيلة من الشيطان عشان يضيع بها أبديتنا يشوع أختير أنه يكمل الرسالة وأصبح له كتاب وأصبح له سيرة عطرة في الكتاب كل ده لأنه كان تلميذ شاطر فلقينا ربنا مع يشوع زي ما كان مع موسى مع أليشع زي ما كان مع عائلية قال له يشوع الواقف أصادك يبقى الواقفة دي وقفة التلمزة عشرة التلميذ لمعلمه هي اللي بتعمل القدسين وما نستعجلش مش الواحد عشان سمع له وعزتين ثلاثة يبقى خلاص خد كل اللي عنده معلمه لا الحياة الروحية مش وعزات الحياة الروحية علاقة بربنا ده قلب لازم ياخد من القلب ده فالموضوع مش مجرد كلام وأفكار يشوع ابن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك شدده شدده دي كلمة جميلة ليه؟ لأن المعلم يشدد التلميذ يعني يشجعه لأن كمان يشوع الآخر هيخاف جداً مسؤولية ضخمة ولما موسى يمشي يشوع يبقى مهزوز وأول إصحح في يشوع كتاب اللي بعد التسنيع على طول يورينا قد إيه؟ كان يشوع خايف لدرجة رب المجد يشوع يكلمه أكتر من مرة يقول له تشدد تشجع كما كنت مع موسى يكون معاك فهنا بيقول له شدده يعني زي ما داود شدد سليمان زي ما إليه شدد أليشع زي ما موسى بيشدد يشوع لربنا اللي كان مع المعلم يبقى مع التلميذ وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وعما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة وبنوكم الذين لم يعرفوا اليوم الخير والشر فهم يدخلون إلى هناك يعني الجيل الواعي اللي طلع وعاش في التزمر والرفض وعدم الإيمان دا مش هيوصل كان عنه الأطفال اللي كانت طلعة ما تعرفش بقى خير من شر الأطفال دول هما اللي هيوصلوا وده يؤكد المعنى اللي الكتاب بيكرروا إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال الطفل اللي عد في البحر وكان شايف البحر جميل واقف صور كده وفرحان ومسدق أن ربنا ماشي أصاده في عمود النار خلاص الطفل البريء دا هو اللي يجبر ويدخل لكن الجيل بقى العقلاني المجدف المعترض دايما المتزمر الشاكي اللي عمل العجل الدهبي اللي رفض ربنا عشرات المرات مش هيوصل في الآخر فبيقول أطفالكو دول اللي انتو تهيئ لكم إن هما هيبقوا غنيمة هما دول اللي يورسوا يدخلون إلى هناك ولهم أعطيها على أرض كنعان وهم يملكونها برضو الآية دي بتفكرني بناس كتير قوي الآن على عيالها ويقول لك طب سايبان لهم مش لازم نعمل لهم فلوس مش لازم نحضر لمستقبلهم وتفكير أرضي عقلاني انت بتحضر لعيالك السماء ولا بتحضر لهم الأرض ما الأرض انت هتسيبها وهم هيسيبوها لكن عمال تفكر في عيالك بطريقة أرضية انت بتفكر غلط أولادك دول لازم يبقوا أولاد ربنا هما تهيئ لهم في لحظة الجماعة اليهود دول إن عيالهم دول أي شعب من بتوع سينة هيخدهم غنيمة وهو ربنا يعني مش مسؤول هو ربنا هيأثر مع أولاده مولادنا هم مولاده إذن عدم الإيمان كان بيخليهم يغلطوا في ربنا ويقولوا له طب عيالنا اللي بيكلم كتير عن عياله كأنه ربنا ده مش في الصورة ده يدل على عدم الإيمان إنما الشخص اللي عنده إيمان قوي متأكد إنه ولاده دول غالين على ربنا وربنا مسؤول عن نوم وبيحمل ربنا المسؤولية كاملة وبالتالي بيعيش في سلام وبينشغل بروحياتهم وأبديتهم أكتر كتير من حياتهم على الأرض أما أنتم فتحولوا وارتحلوا إلى البرية على طريق بحر السوف وجههم بقى ربنا يلفوا جواه سينا ليه؟ مش عاوزهم يدخلوا كنعان بالمنظر ده وبرده ده تأمل قالوا بعض الأباء لما ربنا يلاقي الناس ما تقدرش تدخل على السماء بالمنظر ده مفيش توبة مفيش حياة روحية قوية مفيش استعداد يعمل إيه؟ يديهم عمر ويديهم تجارب ويديهم غربة ويديهم مزلة ويديهم مشاكل يمكن يتوب اعتبروا يا أحبائي كل يوم في عمرنا فرصة توبة ما الناس بتموت في أي وقت صغيرين قبل كبار طيب ربنا مطول في عمرنا ليه؟ ناقص توبة لازم نتوب ونستعد فهنا اديهم كان ممكن مشوار سينا ده من سينا للأردن ما ياخدش شهور خد ربعين سنة ليه؟ أو عمان ربنا يطول لكن في الآخر ما استفدوش حتى بالتطويل ده كله ورجعوا يمسكوا في ربنا الكبار دول كلهم للأسف حاسين أنهم مكبار فمستغنين عن ربنا لكن الأطفال دايما مسكين في ربنا فأجبتم ما قلتم ليه قد أخطأنا إلى الرب بصوا بقى هتلاحظوا موقف غريب قوي من الشعب كلام ده في أول الرحلة لسه بيحكي عن أول سنة عبور هم قالوا له خلاص احنا غلطانين ما تقولش بقى مش هندخل كنعان وبتاع احنا نعمل المطلوب الكلام شكله حلو بس الحقيقة فيه توب خداع عارفين اللي يغلط فيقول لك طيب أنا بقى هعمل وعمل 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 وكأنه ايه؟ يغير في نفسه وكأنه قادر انه يصلح كل حاجة بدراعه نحن نصعد ونحارب حسب كل ما أمرنا الرب إلهن وربنا ما قالش تحاربه دلوقت لما ربنا يقول تحاربون حارب ما قالش تحاربه ما تحاربوش هم بقى ايه خدتهم يعني العنجهية طيب يعني ربنا زعلان طيب احنا هنرضي هنطلع نحارب كل بتوع سينة ايه ده اللي انتوا بتقولوا ده وانتوا مين عشان تحاربوا انتوا تنفعوا تحاربوا فهنا تلاحظوا بعض الناس في توبتهم بيندافعوا وبيمشوا بدمخهم ويتهيق لهم انا بقى هغير في نفسي وانا هعمل ربنا عاوزوا بدراعي طبعا اللي بيعمل كده بيفشر لان دي مش ارادة ربنا وتنطقتم كل واحد بعدة حربه واستخففتم الصعود إلى الجبل التعبير ده مهم قوي يعني زي تقولت ايه ويطلع ايه الجبل ده ما احنا نقدر نعديه يلا رجالة نطلع ونكسر الدنيا ونعدي عشان ندخل كنعان هي شغلة استخففتم الصعود إلى الجبل في ناس تستخف الطريق الروحي في واحد يقولك ايه يعني القداسة دي ايه ناس بتقعد تصوم وتصهر وتصلي شغلة يعني مش بقى مش حاجة صعبة ما احنا نعمل تعمل ايه حبيبي انت لو عملت يوم تاني يوم مش هتعمل ولو ما فيش نعمة تسندك ولا كلمة من اللي في الانجيل تعرف تعمله ولا سيرة من سير القدسين تقدر تقرب منها ده الموضوع مش خفيف زي ما يتيقل كده ما اضيق الباب ما اقرب الطريق المؤدي للحياة لازم نعمة ولازم صبر ولازم ارشاد ولازم تواضع هم ما استخففوا الطريق للجبل في ناس تستخف بالرهبانة وتستخف بالقداسة وتستخف بالوصية اللي يستخف طريق السماء ما يوصلوش ابدا لكن لما الواحد يحسها يا رب الشغلة صعبة انا ضعيف انا ما اقدرش عليها ساعدني يا رب ساعدني اصلي من قلبي ساعدني اصوم كويس ساعدني احب الناس مش عارف احبوهم ساعدني ابقى عندي صبر عمدي تواضع مش عارف اصلح نفسي يا رب يبقى الواحد حاسس الصعود للجبل ده شغلة صعبة لان اللي بيستخف الصعود للجبل ده انسان مش فاهم حقك وده اللي هيحصل بقى فقال الرب لي قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا لاني لستوا في وسطكم ما ربنا لسه زعلان من حركة العجل الدهبي واللي عملوه فقال لهم لا انا ما بقولش تطلعوا دلوقتي ولا تحاربوا دلوقتي انا مش معاكم دلوقتي ده فتر التقديب لسه هم بقى ولا عاوزين يسمعوا كلام موسى وبرده هيمشوا بدمخهم حتى في طريق التوب يعني يمشوا بدمخهم في طريق الشر ويوم ما قال يعني هيرجعوا الربنا عاوزين يمشوا بدمخهم برضو فربنا قال له قل لهم ما يطلعوش وما يحربوش انا مش معاهم لاني لستوا في وسطكم لألا تنكسروا امام اعدائكم فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصيتم قول الرب يبقى فيه عصيان في اتجاه الشر وفيه عصيان اخر في اتجاه البر تستغربوا هم قال يعني عاوزين يرضوا ربنا حتى لو انت عاوز ترجي ربنا تسمع لبوك الروح لا ترتقي فوق ما ينبغي اعمل بس اللي بيقولك عليه ما تعملش اكتر ولا اقل ما تمشيش بدماغك فهنا بيقول عصيتم قول الرب لربنا قال ما تحربوش طب انت مش عاوزنا ننظف سينة من الوسانية مش انت قلت هنغلب ايو عصيانا قلت كل حاجة ليهواته لما قلت اعملوا ايه تعملوا ايه وطغيتم وصعدتم للجبل يبقى هنا طالعين بقى ايه بدرعهم بدمخهم بمزاجهم ربنا مش معاهم واستخففوا الطريق او الصعود للجبل فخرج الاموريون الساكنون في ذلك الجبل للقائكم وطردوكم كما يفعل النحل وقصروكم في سعير الى حرمة يعني ايه طلعوا الاموريين دكقوهم دكا تمام وغلبوهم بشدة طب مش ده شعب ربنا مش ده اللي عد البحر مش ده اللي الميا طلعت له مش ده اللي غلب عمليق ليه الهزيمة دي لانه ربنا ما قالش يبقى اللي بيمشي في الطريق الروحي من غير ارشاد الشيطان يتشطر عليه الخاضع التلميذ الملتزم اللي بيمشي خطوة خطوة زي ما بيقول ابوه هو ده اللي بيمشي صح هو ده اللي بيكمل المسيرة ويل لمن ليس له ثاني كتير من الاباء فصروا الاية بتاعة الحكيم دي على اب الاعتراف الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الشجر اذا الخضوع ضرورة هنا فلما ما سمعوش كلام موسى وكلام ربنا بالتالي بالدعاء انهم اللي يعني هيرضوا ربنا كانت خسارة فضيعة فرجعتم وبكيتم امام الرب ولم يسمع الرب لصوتكم ولا اصغى اليكم كلمة خوف يرجع ويبكو يا رب وما تسمع لهمش هو ده ممكن يحصل ممكن يحصل في حالة الاندفاع العاطفي في دموع زي دموع التمسيح كده في واحد كل يوم بحال النهار ده اقول عاوزك يا رب تاني يوم يبقى عاوز الشطان النهار ده اقولت خلاص غلط وتاني يوم يرجع لنفس الغلط فتكروا واحد زي شاوي للملك قال لي صامويلة نغلط وبعدها رجع ليعمل اسوأ من اللي كان بيعمله قال لي داود انا حقك علي انا فتريت وبعض يومين رجع تاني عاوز يموت داود طب وهي دي توبة يبقى حزبوا يا احبائي لقالة كنتوا بيتنا من النوع ده اللي هو الواحد يتدايق من نفسه وينفعل وبعد شوية في شوية حاجة بتتغير فربنا مش هيسمع كده ليه؟ ربنا فاحصوا القلوب لازم نرجع له من كل القلب لازم يبقى فيه حقيقينية صادقة فان احنا نكسر كبرياءنا ونمشي ورى ربنا ونجاهد انما هي مجرد يعني غلطنا يا رب وغلطنا لازم بعدها من غلطش تاني فيقول رجعتم وبكيتم امام الرب ولم يسمع الرب لصوتكم ولا اضغى اليكم واعدتم في قادش اياما كثيرة كالايام التي قعدتم فيها يعني ايه؟ قعدوا بقى يلفوا في المنطقة خلاص ربنا مش عاوزهم يقربوا من كانعان عاوز يعمل كده ايه فلطرة كده تانقية لانه شايفهم ماينفعوش خالص يعدوا الاردن بقى وياخدوا الوعد ما هو اللي ياخد الوعد ده لازم يستمر في حياة الايمان والخضوع والالتزام هما ما عندهمش الحاجات اصحاح اتنين يقول ثم تحولنا وارتحلنا الى البرية على طريق بحر سوف بتادوا بقى يمشوا قرى موسى على السكة اللي ربنا بيقوله كما كلمني الرب ودورنا بجبل سعير اياما كثيرة دورنا هنا يعني بقوا يدوروا ويلفوا لانه ربنا مش عاوزهم يدخلوا كانعان كده وهم كمان مش واخدين الحكاكات كل شوية فين ايامك يا مصر احنا زهقنا من الطعام سموه طعام سخيف شوفوا معجزة قولك ده طعام سخيف نزل لهم من من السمة سمال مزمور خبز الملايك واكل جاهز وكانوا يموتوا في الصحراء من غيره قولك طعام سخيف ثم كلمني الرب قائلا كفاكم دوران بهذا الجبل تحولوا نحو الشمال واوصي الشعب قائلا كفاكم دوران دي احباك تحسسني بايه بقول لنفسي قابلكم وبعدين في اللف واتدورها هنفضل طول عمرنا في نفس النقطة تعترف بالإدانة تعترف بالإدانة تعترف بالإدانة وبعدين يا حبيبي تعترف بالعصبية وبعدين العصبية كم سنة بقالك بتقول عصبية تعترف بالكسل وبعدين لازم الكسل يقف كفاية تعترف بشتايم تعترف بقلب ديق من جهة الناس هو حبيبي أنت بتعترف ليه معناها توبة توبة يعني آخر مرة توبة يعني فيه موقف جديد توبة يعني كفاية دوران يعني خلاص بقى ناخد اتجاه جديد عارفين لو أخذ ما يكون واحد كده مخه ومش فيه يعني يطلع على الطريق وبعدين يدخل في ملف غلط فيفين لما يزبط اتجاه ويطلع على الطريق نفس الملف الغلط يطلع فيه وبعدين يخد وقته يلف تاني وبعدين ما يرجع على نفس النقطة هي نفس المخرج الغلط يدخل منه تاني انت ما بتفهمش مش الحكاية واضحة نفس الغلطة بنفس الظروف كفاكم دوران احنا اغلبنا للأسف بنبقى في الحتة دي وطبعا ده اللي بيخلي ربنا شايف ان التوبة مش صادقة التوبة الصادقة معها قرارات خلاص الغلطة اياها دي بالمدخل اللخبة ده اخر مر يبقى الواحد حريص ويبقى الواحد خلاص هيسمع الكلام بقى عشان ما يقعش في نفس الواقعة تاني انما اذا كنا هنبدل ندور ندور طول العمر في نفس النقطة احنا كده مش هندخل السم وده اللي حصل مع الجيل ده فالكلام لازم ناخده على نفسنا يخوفنا طب انت بص على نفسك كده النهاردة في الصيام الكبير صمت كم مرة طب اتقدمت اقد ايه في الصيامات دي كلها طب الصيام اللي انت داخل عليه يعني في حاجة هتتغير ولا بس هنتخلص الصيام وندخل على الخمسين وما فيش حاجة بتتغير يبقى كده الصيام مش جاب نتيجة واكيد اللعب مش في الصيام ولا في الصلاة الصلاة والصوم دول طلعوا قدسين وغيروا شعوب يبقى لعب فيه يبقى انا مش واخدها جد كفاكم دوران بهذا الجبل تحوالوا نحو الشمال واوصي الشعب واوصي الشعب تاني انتم مارون بتخم اخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير فيخافون منكم فاحترزوا جدا مين بتوع بني سعير دول بني سعير دي المنطقة اللي ورسها اولاد عيسو عيسو مدامين ده اخو يعقوب اللي هو اسرائيل فدول ولاد عمومة رغم ان عيسو وبني سعير دول بقوا سنين دول ما مشوش ورا ربنا فالفرعة ده من عيل اللي تبقون ابراهيم طلع برا الوعد ما احنا عندنا ابراهيم اسحاق يعقوب اللي هو اسرائيل عيسو اخو يعقوب خد بعضه وتجوز وسانيات من بدري ومرجعش البيت ابوه ومرجعش المنهج ابو اسحاق ولا جده ابراهيم فاصبح بني سعير دول ناس بتوع الدنيا زيهم زي بقية القبائل اللي في سينة اللي هي كلها قبائل وسانية ومع هذا اكراما لجدهم ابراهيم ربنا محافظ على العلاقات فقال لهم دول بالذات ما اتقربوش منه انا مبارك لهم اكراما لابوهم وجدهم فهنا في الدنيا يعيشوا في سلام لا تحربوهم ولا يحربوكم احترزوا جدا احترزوا جدا دي معناها في لغة العهد الجديد احترز ان يكون لك زعل مع اي اخ دول من نفس العيلة هتقولي دول بعدوا عن ربنا ما لكش دعوه لازم تحبوه ولازم تحافظ على المسافات اللي بينك وبينهم ولازم تراعي مشاعرهم ولازم تحترمهم طلبات ربنا كده بتوع ربنا مش بتوع ربنا دي حاجة تخصهم انما ربنا بيقول ايه اياكم تتخنقوا مع اخوتكم كان ممكن اي واحد يقوله دول مش اخوتنا ده كان عيسو عاوز يموت ابونا يعقوب زمانه دول ناس اشرار ما لك بطبعهم انت مسؤول عن نفسك انت ما تكرهش حد انت تحب الكل وتراعي الكل وتخدم الكل اللي ماشي غلط ودماغه رقبه شمال وخلاص بعد عن ربنا ما هو ما يزرعوا الانسان اياه يحصد ايضا ولا انت اللي هدينه وتحسبه احترزوا جدا احترزوا جدا دي احبائي اربطوها بوسية المحبة احترز انك تدوس على اخ من اخواتك احترز جدا انك تقول كلمة زيادة على انسان حتى لو غلطان حتى لو وحش طب ما انا وانت وحشين خليك حريص لان ربنا ساتر عليك رغم كل عيوبك اليوم ما تعيب في واحد تاني هيبطل يسطر عليك خلاص بقى بدل انت شايف عيوب الناس خلي عيوبك تتفضح بدل انت مستغلط البقيين خلي غلطك واضح بقى انما ربنا بمسامحك وساتر عليك طب ما تسطر على غيرك وربنا بيحبك رغم كل اخطائك طب حب المخطئين ولا انت يعني كامل وعدك العيب احترزوا جدا لا تهجموا عليهم لاني لا اعطيكم من ارضهم ولا وطأت قدم لاني لعيسو قد اعطيت جبل سعير ميراسا شفوا ربنا بقى والامانة المطلقة انا وعدت عيسو من فم بسحاء من زمان اوي من رغم ان عيسو ده كان بايع البكورية وضيع البركة من ايده بسبب انه ما كان مستهتر ابو قال له خلاص تاخد نصيب في الدني لكن يعقوب هيب اكتر منك واكبر منك فعلا الايام ضارت وبقى شعب اسرائيل ضخمة جدا وعيسو دول تقريبا اختفوا في التاريخ طعاما تشترون منهم بالفض بصوا الكلام هم هيعدوا جنبهم هيحتاجوا يكلوا واشربوا فهنا قال لهم تشتروا منهم بالفلوس ما تستغلش اخوك ما تقولش ما هو احنا قرايب لا لا تدفع شوف حق الناس قبل حقك طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا وماءا ايضا تبتعون منهم بالفضة لتشربوا فهنا حق الناس دا دايما يشغلك لان في بعض الناس بالدعاء الصداقة او الارابة تلاقي تقلب على استغلال شوي مش الناس دي بتصرف يبقى لازم تدفع وتدفع اكتر من المطلوب لان الرب اله قد باركك في كل عمل يدك يعني انت نقصك ايه ما عندك خير كتير خلاص بدلها تعدي في ارضه ادفع العبور حتى في الارض دي عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم اللي خلي الواحد فينا يقدر يحب حتى الاعداء او يسامح الناس المسئين او يراعي جدا حقوق الناس كلها حتى لو مخطئين هو فاكر انه ربنا ساتر وربنا مبارك وربنا مدي كتير قوي اللي عنده الفكر ده بيقدر يبقى ساخي ويقدر يبقى لارج كده ويبقى قلبه واسع ومخه كبير ويدي ويبقى مفرط في العطاء التاني البخيل ده اللي مستكتر في الناس البركة ده ناسي ناسي انه هو خد كتير قوي وانه ربنا مدي له نعمة ما يستهلهاش وانه له لستر ربنا كان مد في الصحراء من بدري الرب إله قد باركك في كل عمل يدك يعني عشان يحبه قال له ما تنساش ان انا مبركلك فلما بقولك حب اخوك مهما كان شكله مانا ليه حق عليك اقولك كده قد باركك في كل عمل يدك عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم الان اربعون سنة للرب الهك معك لم ينقص عنك شيء لانهم عبالما لفوا 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 كانت فاتت بقى 38 سنة وصلنا للسنة الاربعين فقال له شوف كل الزمن ده اربعين سنة لم ينقص منك شيء ما كانت معجزة مجرد وجودهم في الصحراء اربعين سنة دي حاجة مش ممكن مستحيلة شعبي يعيش كده رحالة في صحراء بالعدد ده في ظروف قاسية ما فيش مياه طبيعية فيش اكل لا معجزة دائم فعبرنا عن اخواتنا بانو عيسو الساكنين في سعير على طريق العرب نحية كده شمال السعودية ومدخل الاردن ده الخط اللي كانوا موجودين فيه الادوميين او ولاد عيسو في جبل سعير على اي لوع العصيون جابر ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب هم عملين يقربوا من الاردن محنا خلاص موسى هيمسي وهو سيبهم على مشارف خلاص العبور الاخير ودخول كان عن فقال لي الرب لا تعادي مؤاب خلصنا عدينا على جبل سعير وخلصنا بتعيسو عملين نقرب لقينا حاجة اسمها المؤابيين مؤابيين دول قبائل جدومك بير اسمه مؤاب مؤاب ده مين ده ابن لوط تم دول برضو ارايب ليه لوط ده ابن اخو ابونا ابراهيم صحيح لوط خد بعضه وبعد عن ابونا ابراهيم ولوت كلكوا عارفين اختر سدوم وعموره وخصر كتير بس بناتوا الاشرار جابوا منه مؤاب وعمون شعبين اسوأ من بعض ومع هذا اكراما لولوت وبونا كبير ابونا ابراهيم لا تعادي مؤاب قال ليه الرب لا تعادي مؤاب ولا تثير عليهم حربا لاني لا اعطيك من ارضهم ميراس يا رب انت امين مع ناس ما تستهلش الامانة دول شعب وسني دول لوطالوا هيعملوا كل حاجة غلط ربنا يقول مالش نديهم حقهم في الدنيا يبقى ربنا بيمنع شعب اسرائيل من انه يعادي اي شعب من الشعوب اللي تمت بصلة قرابة بس الابراهيم وسحاقه يعقل لاني لباني اللوت قد اعطيته عار ميراسا عاردي ايه عاصمة مؤاب او اكبر بلد في الحتة اللي اسمها مؤاب دي البلد دي ربنا خلاص سمح انها تبقى ملك المؤابين الايميون سكنوا فيها قبلا دي قبائل كانت قبل المؤابين شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين كانوا يسموهم العناقيين لهم زي عماليق يعني العنق الطويلة دي كانت تدي احاء الناز دي ايه طويلة زيادة وتخوف شوية هم ايضا يحسبون رفائيين كالعناقيين يعني ايه دول يدوا عرابة البقية القبائل الفلسطينية اللي كانت في المنطقة من بدر لكن المؤابين يدعونهم ايميين يعني عاوز يقول ايه هنا موسى النبي بقى بخبرته في سينة بعد السنين دي كلها بيجيب اصل الشعوب فيقول لك دول كانوا اصلهم رفائيين وبعدين تسموا عناقيين بس بتوع مؤاب بيسموهم ايه ايميون مش هيشغلنا التفاصيل دي قد ما هي علامات في تاريخ الكتاب تؤكد دقة الواحي لان الكلام ده لما يدرس من ناحية الجيولوجيا والتاريخ نكتشف ان دي حقيقا كانت قبائل عيشة في القرن تقريبا الخمستاشر قبل المسيح وفي سعير عدوا على جبل عدوا على جبل سعير بتاع عيسو ولاد عيسو ندفعوا فلوس وعدوا في السلام دخلوا على المؤابيين ما تعملوش حرب عدوا برضو بسلام ما تتشكلوش مع الناس احنا راحين على كانعان وكأن في مسيرتنا للسماء كانعان هي الابدية بالنسبة لنا ما بنصطدمش بحد ما بنحاربش حد حربنا مع اللي حربونا من الشياطين بس لكن البشر احنا ما بنعديش باش ولو ربنا سامح ان حد من البشر يتعبنا هنخدها من ايد ربنا ونستحمل ونستفيد نستفيد صبر نستفيد حكمة نستفيد تواضع ونقول ربنا اللي اسامح بالتعب لكن معركتنا الوحيدة مع الشطان نفسه ومع الارواح الشرير مش مع بشر مهما كان الان اموا وعبروا وادي دارد فعبرنا وادي دارد والايام التي سرنا فيها من قادش برني حتى عبرنا وادي دارد اللي نهايت بقى الرحلة خالص عربوا كانت 38 سنة بعض الاباء ربطوا 38 سنة برقم المخلع اللي هيقبلنا في نهاية الصوم حد الخامس الرجل مخلع 38 سنة اشارة للشعب اليهودي اللي 38 سنة عمال يضور مطرحوا كده جوا سينة ما بيتحركش لو قدهم ففي ناس مخلعا كتير يعني ايه مش عارفة تمشي على رجلها خط مستقيم اهي قعدة كده فيش حاجة بتتغير في طبعه طب وما هيقبلوا المسيح ازاي يقوم ربنا يجيب لنا كورونا عشان يجهزنا ويجيب لنا حاجات كتيرة وينبهنا استعدوا بقى قوموا بقى تحركوا شوية حتى فنى كل الجيل رجال الحرب من وسط المحل الجيل بقى اللي طلع من من مصر وشاف العز كله والمعجزات وبعدين عبد أوسان وفضل تعب موسى طول السكة ومش عاجبوا الحل ابدا كل الجيل ده ايه اتدفن في سينة يعني ايه ما خدوش غير الدنيا خلاص ما لهمش في السماء نصيب فنى كل الجيل رجال الحرب من وسط المحلة كما اقسم الرب لهم يعني اللي ربنا قالوا من بداية السكة لما شاف طبعهم طبعا ربنا عارف بصابق علمه لكن كشف لموسى ان الشعب ده اللي عمل عجل ده ببعد ده كله مش هيتعدل فقالوا هنديهم عمر لكن يا موسى انا شايف نهايتها ويد الرب ايضا كانت عليهم لابادتهم من وسط المحل لحتى فانو اذا احبائي ارجوكوا اعتبروا كل يوم فرصة التوب لانو لألا نكون زي كماعدل شافوا معجزات وخدوا العز كله وبعدين هلكوا قديس بوليس في كورنسوس يقول عشر حاطت باراجراف طويل عشر آيات على الحتة دي يقول ما تنسوش اهلين زمان اجداد نمه بوليس يهودي في الاصل كانوا تحت السحاب وعدوا في البحر وشربوا مية من الصخرة وكلوا المن اللي نزل لهم من السماء وفي الآخر هلكوا ليه وسنية على زنا على تزمر مش عاجبهم الحال وفي الآخر هلكوا بيقول الامور دي كتبت لانظارنا يعني احنا لازم نخاف اذا كان ناس شافت موسى بعنيها وشافت المسيح بعنيها في عمود النار وشافت المن اللي نزل من السماء وفي الآخر هلكوا لدي حاجة خوف واحنا محتاجين نخاف عشان نبطل لف ودوران ونخدها جد شوي فعندما فان جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب كلمني الرب قائلا أنت مار اليوم بتخم مؤاب عار عار دي بلد فمتى قربت الى اتجاه بني عمون بني عمون وبني مؤاب دول بقى الولدين اللي طلعوا من بناة لوط المؤابيين والعمونين شعبين استمروا في حياة اليهود اتلاقوا لسه في الأصفار التاريخية الأخرى لكن كان بينهم وبين اليهود دايما مشاكل لأن دول ظلوا وثنين ما انتوا عارفين أن أمهاتهم اتربوا فسادوا معمورة فاخدوا فكر السادوميين والتعمورة دول كله فساد ما طلعوه زي لوط لوط كان واخد من ابو ابراهيم شوي فبيقولوا لما تقرب من بني عمون لا تعاديهم تاني يعني عمال ربنا يحط له محذير بتوعيسه ما تجيش جنبهم بتوعي مؤاب ما تجيش جنبهم بتوعي عمون ما تجيش جنبهم أنت ماشي في سكتك رايح على كانعان ما تصطدمش بحد طب اللي عاوز فلوس ياخد فلوس اللي يقول لك ما تعديش من أرضي لف هلف ده مسافة كبيرة لف ارضي إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس اللي عاوز كانعان اللي عاوز السماء ما يوطي راسه ويكبر دماغه ويشتري سلامه ويحافظ على علاقاته مهما كلفته لا تعاديهم ولا تهجموا عليهم لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراسا لأني لبني لوت قد أعطيتهم ميراسا زي بتوع مؤاب هكذا بتوع عمون هي أيضا تحسب أرض رفائيين يعني عاوز يقول الأرض دي مش هي اللي أنا وعدكو به فما تركزوش فيه أنا وعدكو بحاجة تاني خالص زي واحد يقول لك ما أنا تسرقت في الدنيا دي طيب هو ربنا وعدك بالدنيا ما تتسرق في الدنيا مش هي دي الموعودين بيها موعودين بالسم لا تكنزوا كنوزا على الأرض على الأرض ينقب صارقون ويصرقون يبقى دا العاجل يفسد سوس وصدق اكنزوا في السم اللي تفاكت فلما ياخدوا منك حاجة مش بتاعتك خلاص دي بتاعت الرفائي يعني بتاعت شعوب الدنيا نصيب أهل الدنيا في الدنيا نصيب أهل السمة في السم سكن الرفائيون فيها قبلا لكن العمونيين يدعونهم زمزميين عشان بعد كده ما تسمعوا كلمة زمزميين دول دي الشعوب اللي كانت في المنطقة دي قبل ما باني عمون ياخدوه شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين أبادهم الرب من قدامهم عاوز يقول موسى وموسى يقول للشعب الشعوب اللي قبل كده كانت مشهورة بالقوة وجدت شعوب تانية خدت مطرح انت مستغرب لي حال الدنيا كده ما مالك تطلع وما مالك تقع وما مالك تطلع وبعدين تقع الدنيا كده ناس أغنية تكبر قوي وبعدين تتخفز بها الدنيا خالص فيعني ما تبصش للدنيا دي خالص بص الحاجة أهم انت مش زي الشعوب دي طردوهم وسكنوا مكانهم كما فعل لباني عيسو الساكنين في سعير الذين أتلف الحريين من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم إلى هذا اليوم والعويون الساكنون في القرى إلى غزة وعمال يشرح طبيعة القبائل الوسانية اللي سكن في المنطقة وإزاي شعب اليهود يعدي وسط ده كله في حاله ما يصطدمش بحد ما بيخصمش حد ما يخدش حاجة من حد يحط الفلوس تحت رجلين الناس المهم هو واخد في وشه كده وطالع على كنعان ما ليش دعوة بحاجة أبادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم كأن ربنا بيحكي حكاية الشعوب دي كلها بيقول له بص الشعب ده كان قبل منه شعب أكبر منه وتهد ودخلوا الشعب ده وبكرة الشعب ده هيتهد ويجي وانطرحوا شعب تاني انتوا ناس تانية انتوا تابعي فاللي تابعي يفضل ورايا ومركز معايا لغاية ما دخله حسب الاتفاق قوموا ارتحلوا وعبوروا وادي أرنون انظر قد دفعت إلى يدك سيحون ملك حجبون الأمور واحد يسأل بقى طب ربنا قال له لا تستضم ببني عيسو ولا بني مؤاب ولا بني عمون اش معنى جات عند الجدع بتاع سيحون ده الأموريين وقال له ده أنها بدهم بقى هنا العداء بدأ من الأموريين الأموريين نفسهم هما بقى اللي ايه قالوا لأ السعب ده احنا هنبيدوا على شعب إسرائيل فوقعوا مع ربنا بقى يعني اللي يقع مع الكنيسة ده بيقع مع صاحب الكنيسة فهنا الموضوع بقى مش بتاعنا احنا ما بنعديس حد لكن ربنا يقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب ربنا يوم ما بقى حد يقع معاه لا ربنا مش قليل فهنا قال له دفعت ليدك سيحون ملك حجبون الأموري وأرضه ابتدأ تملك وأثر عليه حربا في هذا اليوم ابتدأ أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء اللي حافظين التسباحة دايما نقول سيحون ملك الأموريين لأن الجولة دي كانت في آخر حياة موسى وده كان شعب قوي جدا سيحون وعوج ملك باشان دول آخر ملكين ملكين اتغلبوا بشعوبهم من شعب اليهود في حياة موسى النبي وكانت رمز لعظمة هذا الرجل الموسى النبي اللي ربنا واقف معاه رغم أن الشعب تعب ربنا جدا إنما بدل في شعوب وسانية ضد موسى لا ربنا بيتدخل والأموريين دول بقى لو تذكروا سفر التكوين نسمع عنهم بدري قوي قبل الكلام ده بربعمية سنة لما ربنا كان بيحكي مع ابونا إبراهيم قبل ما يجيب اسحاق لسه وبعدين شاف رؤية كده إنه شعبك ولادك يا إبراهيم ده لسه ما عندوش ولا والد هيتزلوا في أرض وبعدين هطلعهم هنا تاني في كنعان لأن زنب الأموريين لم يكتمل غالبا ابونا إبراهيم ما فهم سيئ اللي بتعلم ربنا كان شايف إن الأموريين زنبهم عمال يزيد خطاياهم عمالت زيد فسيبهم ربعمية سنة من عند ابونا إبراهيم لغاية زمن موسى النبي ثم يبيدهم الناس اللي بتعترض وتقول ربنا بيبيد شعوب يبقى ربنا مفتري ربعمية سنة بيفتروا وبيعملوا كل حاجة غلط وبيحرقوا لدهم كزبايح للشيطان وعندهم كل أنواع الزنة الأسوأ من أي حاجات حيوانية وبموته بعض ده العادي كل يوم وشعوب تحولت إلى حيوانات مفترسة يوم ربنا يبيد هذا الشعب اللي فقد إنسانيته تماما ينظف البشرية يلام الله على هذا العدل ده ممكن يلام على صبره ده ربنا سيبهم ربعمية سنة تحت شعار كده اسمه إيه زنب الأموريين لم يكتمل ساعتنا نقول له رب شايف الناس دول بيعملوا إيه يقول طولوا بالكم طولنا بالنا ليه رب دول مفتريين وأشرار وظالمين طب مدي إيدك بقى طب تصرف زنبهم لم يكتمل يعني إيه لم يكتمل هي فيه كمالة معينة معناها ياخدوا فرصهم للآخر يمكن واحد منهم يتوب لكن بعد ما يستوفوا الفرص كلها وبدون أدنى توبة ويظلوا في منشر الأسوأ وأسوأ يبقى كده يجي القصاص الإلهي يبقى ربنا عادل جدا ورحيم جدا رحيم في الربعمية سنة وطولة باله وعادل جدا في القصاص الأخرين فبيقول له في هذا اليوم اللي استنى ابونا إبراهيم بقى زمان أن يشوف إبادة شعوب وسانية أبتدأ أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء موقف ده كان مهم ليه فات على العبور أربعين سنة وعلى حرب عمليق برضو حاجة زي تسعة وتلاتين سنة هنا دخلين على كنعان هيقابلوا بقى ملوك كنعان وشعوب جوه كنعان ربنا حاب يسبق قبل ما يعضوا الأردن مع يشوع يعمل سمعة للشعب ده أن ده شعب ما بيتغلبش فكان معروف أن الأمورين شعب قوي وأن سيحون وعوج ملك باشان دول ملوك أقوية جدا فلما تغلبوا في آخر حياة موسى عمل سمعة اليشوع فيسوع بقى داخل حتى رحاب الزنيا بتاعت قريحة بتقول الجواسيس إحنا سمعنا أن أنتوا ما بتتغلبوش أبدا أنتوا شعب معاكم ربنا الحقيقي لأنه اللي عداكم البحر زمان غلب مؤخرا سيحون وعوج بتوع الأموريين اللي ما كانش حد يعرف يغلبوا فواضح أن أنتوا إيه ما حس يقدر عليكم فربنا يعني خدم يسوع في الحتة دي أو خدم السعب قبل مراحيل موسى على طول الذين يسمعون خبرك يرتعدون يعني ربنا أصد بالمعركة الأخيرة دي مع سيحون ملك الأمورين وعوج ملك باشان أن كل اللي يسمع بعد كده يعرف لا لا دول شعب ما بيضغلبوش ويجزعون أمامك الذين يسمعون خبرك يرتعدون ويجزعون أمام مين؟ أمام الشعب المنسوب لربنا عشان كده الكنيسة أحبائي قوية بمسحة إحنا لن نعرف نمسك سلاح ولا لنا في لغة البشر ولا كلام ده مش بتاعنا إنما حربنا مع ربهن إلهنا قوي وإحنا بديله عياله وبالتالي إحنا ما بنخافش بالعكس الدنيا كلها تخاف مننا من صلواتنا من أصوامنا الدنيا عارفة كويس قوة الصلاة والصوم فأرسلت رسولا من برية قديموت إلى سيحون ملك حجبون بكلام سلام يبقى المبادرجات من موسى السيحون ده أنا عاوز أعدي بسلام أمر في أرضك أسلك الطريق الطريق يعني همشي في الطريق بس لا هدخل كده ولا هروح كده أنا همشي في السكة بس أعدي لا أميل يمينا ولا شمالا أنا مش جاي أحط رجلي عندك خالص طعاما بالفضة تبيعني لآكل وماءا بالفضة تعطيني لأشرب أمر برجلي فقط يبقى موسى من الأول عرض السلام والهدنة وعاوز يعدي بس عشان دي سكته للأردن كما فعل بيه بني عيسو وطبعا كانوا سمعين إن ده حصل مع بني عيسو مع بني مؤاب ومع بني عمون فيعني ده شعبه مسالم ماشي في حاله وبيدفع سكته فمفروض يعدي الساكنون في سعير والمؤابيون الساكنون في عار إلى أن أعبر الأردن إلى الأرض التي أعطانا الرب إليه يبقى موسى عمل مبادرة سلام وقال أنها عدي بس ومش هعمل حاجة لكن لم يشاء سيحون ملك حجبون أن يدعنا نمر به لأن الرب إله قص روحه وقو قلبه يعني إيه ربنا يأسي روح واحد يعني يسيبه الأساوة قلبه ده رجل متكبر جدا وشايف نفسه ما حدش عادي في أرض وعاوز يموت أي حد وخلاص فهو اللي بادر بالعداء فدي بقى كانت نهايته زي فرعون اللي قص قلبه هو موسى كان يعني قصد يقع مع فرعون ده كان بيترجاه وبعدين ضربه ورا ضربه ورا ضربه وفرعون عمال يأسه بدل ما يدوب قدام ربنا بيأسي قلبه أكتر طب اللي عمال يأسي قلبه أكتر ده لازم تبقى النهاية وحش لم يشاء سيحون ملك حجبون أن يدعنا نمر لأن الرب إله قص روحه وقو قلبه لكي يدفعه إلى يدك كما في هذا اليوم وقال الرب ليه انظر قد ابتدأت أدفع أمامك سيحون وأرضه ابتدأ تملك حتى تمتلك أرضه يعني من دلوقتي هتديك ملك الأرض دي هتخدها منه وهتبقى بداية ملك للشعب اليهودي إذن هما في جزء قبل ما يعدوا الأردن خدوه ووزعوه على الأصباط زي ما هنعرف بعد كده لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد ناخد آية واحدة كفاكم دوران بهذا الجبل نقولها مع بعض كفاكم دوران بهذا الجبل تفضلوا صلى الله اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلى أن نخلص نسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام السلام عليكم